موسيقى موسيقى وسهل خير حلقة جديدة من جمالك على فكرة مش بس الجمال اللي بيخص الراجل أو بيخص الست الجمال بيخص كل شاب وشابها وشابة كل عروسة وكل عريس كل أم عروسة وكل أم عريس عشان كده إحنا دايماً بنهتم بالتفاصيل تفاصيل صغيرة جداً لكن بتفرق في جمال البشرة بالذات كتير قوي بيبقى عندنا مشاكل بنبقى مش عارفين هل يا طارق أنا لو استعملت الحل ده أحسن ولا الحل ده مين اللي يقول لنا كده؟ مش مراكز التجميل العيادات المتخصصة والدكاترة المتخصصين هم اللي بيقولولنا إيه أحدث الطرق الموجودة اللي تخلينا نعالج المشكلة ويا ترى الحل ده أحسن ولا الجهاز ده أحسن ولا المادة بتاعت الحقن دي أحسن دي برضو حاجة مهمة أن أنا أبقى عارفة إيه اللي يناسب بشريتي طبعاً فيه بشرة دهنية بشرة جفة كل بشرة بيناسبها شكل معين وكل عمر بيناسبه طريقة علاج معينة وسواء أنت صامرة أو فتحة كل مشاكل البشرة كل الطرق الجديدة اللي موجودة إيه اللي بيناسبني ده اللي حنعرف النهاردة الأسرار الحاجات دي كلها من دكتورة جاكلين صبحي أخصائي أجلدية والليزر بعيادات نبض مساء خير يا دكتور مساء نور منورة قبل ما أبتدي الأسئلة مع دكتورة جاكلين أحب أفكركم بصفحتنا على الفيسبوك وأحب أن أنتوا تشاركونا الحلقة تبعتوا الأسئلة دكتورة جاكلين بتجاوب على كل الأسئلة وإحنا مع بعض على الهوى دي الصفحة ودي صفحتنا الوحيدة حتى العروض بتقدروا تعرفوها من خلال الصفحة دي كمان النمر اللي زهرت قدامكم واللي هتظهر دلوقتي برضو على الشاشة هي دي الأرقام بتاعة الكول سنتر الأرقام دي من خلالها تقدروا تعرفوا العروض بتاعة عيادات نبض عيادات نبض بقت موجودة في كل مكان وكمان بقى فيه فرع في المنصورة فقو فيه في اسكندرية وطنطا غير فروع القاهرة والتجمع والشخزايد في كل حتة يعني بنحاول نوصل لكم في كل مكان دكتورة جاكلين احنا كتير بقى بنسمع عن موضوع التأشير فيه حتى البنات الصغيرين بتبقى مهتمة أكتر انها تعرف عن موضوع التأشير بتكلم وانتي دخلة لسه بقى ايه مرحلة ان انا بقى دخلة الجمعة لسه يعني ايه تأشير بشرة وهل فعلا التأشير ده حاجة مناسبة حاجة فعلا بتوحد اللون يعني ايه أقشر بشريتي يعني ايه همشي هقعد في البيت ولا هنزل ولا ايه سبب اللي بيخليني أصلا أعمل تأشير هو زي ما حضرتك قلت كده فعلا الفئات العمرية الصغيرة شوية هي اللي بتبدأ تفكر في التأشير لان ده من أوائل وبدايات العلاجات يعني او مش هقدر اقول عليه علاج قدم هو تجنب كمان لمشاكل كتير احنا لو بدأنا نعمل تأشير لبشرتنا من وإحنا في سن صغير ده هيخلينا نتجنب ان احنا يظهر عندنا حاجات مشاكل كتير بعد كده لما نكبر زي التجعيد زي التصبغات اللي هي البقع أو التصبغات اللي بتزهر بعد كده لما بنكبر في السن فعلا انا كنت فكرة ان التأشير ده بس عشل خطر البقع أو الناس اللي هي الشمس بتأثر فيها ما كنتش عارف انها بتمنع تجعيد كمان لا كمان بتمنع تجعيد لان فكرة التأشير حاجة من اتنين اولا هي بتديكي بشرة جديدة خالص لان هي بتشيل طبقة من الجلد كاملة بكل المشاكل اللي فيها كمان هي بتحفز تكوين جلد جديد تحفز تكوين جلد جديد ده معانا ان احنا كمان بنحفز الكولوجين اللي موجود في جسمنا فكمان لو فيه fine wrinkles التجعيد الخفيفة اللي هي في الفئة العمرية اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي في فئة دخول الجامعة أو بعد الجامعة على طول ده سنة صغيرة لسه التجعيد ما بقتش غائرة شوية وعميقة في الحالة دي التأشير بيبقى حلوة قوي عشان يحفز الكولوجين اللي موجود في جسمنا عشان التجعيد الخفيفة دي تروح يحفز الكولوجين يعني هيديني نظارة؟ جدا جدا احنا بشرتنا بتجهد طبعا على مدار الالسانة كلها مع التعرض للشمس البنات اللي بتخرج كل يوم وبتتعرض للأطربة كل الحاجات دي بتخلي بشرتها تبقى بهتينة تبقى مرهقة طول الوقت فكرة التأشير بقى ان احنا بنشير الطبقة دي تماما كل الطبقة المجهدة اللي تعرضت لكل الحاجات دي وطبقة جديدة تماما زي ما احنا شايفين كده لو انتي لاحظت فرق اللون بين الجلد اللي احنا شديه وجلد الجديد ده جلد زي هنرجعه لخيئة ربنا بيبي سكن لا لا ثانية واحدة هو اللي فوق يعني ده جزء ده الابيض ده بعد ما اشارنا وهي كانت مبطاشة كده في الاول بالزبط يعني صورة دي اكتر صورة توضح احنا بنكون فين وبنبقى فين ان تصبغ الغمقان اللي موجود في الايد حتى ملمس الايد نفسها بعد التأشير طبعا ده بينطبق على كل اجزاء الجسم يعني انا مش بس بتكلم انا بس بتكلم انه هو كمان ينفع لبقية اجزاء الجسم للأدين برضو لانها بتتعرض للشمس لمناطق زي الرقبة مثلا كل المناطق دي النيز البنات برضو اللي عندهم الرقبة بتبقى غمقة شوية من الصلاة اوه في ناس من الصلاة فعلا بتبقى عندها اوه دي القشرة اللي بنحصل عليها بعد التأشير اوه ده وقتي كده في وقتها اوه يعني دي القشرة اللي بتقع من جلدنا زي ما بقولك كده طبقة من الجلد كاملة بتتقشر انا مش مصدق اتخيالي ماجيك بصراحة انا يعني انا بعتبر التأشير ده من الحاجات اللي بتخلصنا من اي مشكلة ايا كانت في خلال ايام انتي عارفة كمان فيه ستات كتير بتهمل في نفسها جدا وما بتقدرش ان هي تستعمل الجوانتي وهي في المطبخ اوه يا خبر ده ده اي ده اثار حب شباب اوه دي عندها اكتف اكني وعندها كمان الاثار يعني عندها حبوب ناشطة وعندها كمان اثار حب الشباب اللي هي بتبقى في صورة بوست اكني سكارزا او الحفر الصغيرة اللي بتبقى ندبات صغيرة ندبات الصغيرة اللي بتبقى موجودة في البشرة نتيجة حب الشباب دي برضو احنا استخدمنا معاها نوع تاني بس من التأشير يعني التأشير الاولاني ده انا بشيل طبقة كاملة من الجلد بالكاميكالبيلينج او يعني عشان برضو الكاميكالبيلينج دي يندلك تحتها حاجات كتير فهي حاجات معينة وحاجات متخصصة مش اي حاجة عشان مش البنات اللي بتروح السيدالية تقولوا انا عايز اقشر بديها حاجات اقشر وخلاص وبلاقي بعد كده مشاكل جايلي بيرن حروق والتهابات فلأ لازم تبقى عارفة كويس التأشير اللي ناسب بشرتك البشرة الفتحة غير الغمقة انتي محتاجة تأشير يعمل ايه بالزبط فبرضو الصورة اللي احنا شفناها دي كانت تأشير بالفراكشنال ليزر انا كنت عايزة اسألك برضو هل في انواع للتأشير بس برضو يعني احنا شفنا التأشير على الادين البنات او الستات اللي هي ما بتعرفش تلبس جوانتي جوه المطبخ وبعد شوية بتلاقي ايديكي بقى فيها اكتر من لون وخصوصا عند العقل يعني لو دخلتي روحتي عملتي موضوع التأشير ده ترجع ايديكي جميلة وكمان بقى ترجعي تستعملي الجوانتي مش كده ياريد ياريد احنا بعد ما نستعمل بس يعني نخلص جلسات التأشير بتاعتنا نحافظ على النتيجة النتيجة بتبقى هايلة هو بيرجعلك بشرتك لطبعتها يعني الناس برضو الفلسوائة بنلاقي دايما فرق بين ايدينا اليمين وادنا الشمال الناس اللي بتمسك الدركسيون طبعا يعني هما لو حطوا بسان بلاك على وشهم يبقى كويس قوي بننسى الادين صحي واسع فنلاقي بعد كده فرق لون بين ايدينا دي وادنا دي بنلاقي انه اليد بقت غمقة وشكلها مزعج فطبعا التأشير زي ما احنا شفنا كده التأشير لنشيل طبقة دي تماما نرجع طبقة لون جلدك الاصلي ده هيبقى حلو قوي ايه انواع التأشير هل التأشير ده بيفرق حسب نوع الجلد ولا حسب المرحلة العمرية ولا بيفرق في ايه بيفرق حسب حاجات كتير قوي ايه هي انواع عبا يعني احنا مثلا بنحدد ايه المشكلة اللي قدامنا هل هي تصبغات ولا بوست اكني سكارز الندبات النتجة عن حب الشباب زي ما احنا قلنا او حبوب نشطة زي اللي احنا شفناها فهنعرف هل هو احنا محتاجين chemical peeling نشيل بيه طبقة كاملة ولا محتاجين fractional حاجة اعمق من كده بحيث ان احنا نحفز برضو خلايا جلدنا ان هي تملى الندبات اللي تكونت نتيجة حب الشباب دي البشرة الفتحة غير البشرة الغمقة الغمقة لازم نكون حروسين جدا معها لانها عرضة اكتر للحرق فدي حاجات برضو انا لما بشوفها بحدد ده جهاز الفراكشنال ليزر ده اسمه فراكشنال ليزر وده اكتر حاجة بتتعمليها في ايه الـ CO2 ليزر زي ما قلنا في علاج الـ post acne scars اللي هي الندبات النتجة عن حب الشباب كمان الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بعد العملية وخلاص العملية نجحت والحمد لله بنسيب بقى scar زي السيزيريان مثلا بعد الولادة بتبقى مزعجة جدا للستات كلها لا يعني انتي بتقولي دلوقتي ان الجهاز ده بيشيل الخط بتاع العملية بتاع السيزيري طبعا طبعا هي فكرة الجهاز انه هو بيحفز الكولوجين اللي موجود في جسمها من اول جلسة ولا يعني الاجهزة دي او الطرق دي بتحتاج للممكن في حد يحتاج اكتر من كذا جلسة طبعا حسب الحالة يعني انا لو عندي scar عالية قوي ممكن احتاج ان انا استخدم جلسة ممكن اتنين حسب برضو استجاب الجسمين وحسب الفئة العمرية كل ما كنا اصغر كل ما كانت الاستجابة احسن فبرضو حسب عمق السكارز يعني البوست اكني سكارز دي مثلا النتيجة اللي احنا شفناها دي كانت بعد جلسة واحدة بعد جلسة واحدة بس او يعني هي كان بقالها عشر سنين بتتعلق وعملت جلسة واحدة بس فراكشنال ليزر وصلت للنتيجة دي بس هي كانت بتدور غلط طب ويهي الترق التانية الترق التانية من التأشير احنا قلنا الكاميكال بيلنج وقلنا الفراكشنال ليزر الكيو سويتش ليزر برضو من الحاجات الحلوة جدا الكاميكال بيلنج دي بتبقى مواد معينة يعني بتعملي زي ماسك بيها؟ او بالزبط يعني هو احنا البيلنج اللي احنا بنستعمله هو ثري ستابس كل خطوة كل خطوة من الكاميكال ده من التأشير ده مسؤولة عن حاجة معينة يعني عايزة فتح يبقى انا هستخدم ماسك معينة عايزة شيل الحبوب يبقى انا بستخدم نوع أسيدز معينة أحماض معينة فكل حاجة لي هستخدمها عشان كده ما ينفعش ان احنا نستخدم حاجة نفعت مع حد ما ينفعش مش هتنفع معايا لازم برضو الدكتور يقولك انت محتاجين طيب بوسي التجعيد من أول ما بتبتدي فاين لاينز لحد ما بتبقى ديب لاينز يعني أي خط خفيف بيعتبر تجعيدة وبعد كده لما بنهملها بتبقى يعني بتسيب سكار أقوى وبتبقى علامة وبعد كده الخط بيبقى لجوه فيه أكيد طفرة وتطور حصل في عالم البوتوكس اللي هو بيعالج التجعيد دي جدا اه قولنا إيه التطور وإذا كان فيه طريقة تانية غير البوتوكس كمان احنا بنعالج بيها التجعيد هو البوتوكس من الحاجات السحرية بصراحة لعلاج التجعيد يعني أنا عندي موصل أو عضلة العضلة دي هي المسؤولة عن الفيشل اكسبراشنز بتاعتي أو تعبيرات وجهي فهي دي المسؤولة عن تكوين التجعيد على المدى البعيد يعني لما بنكبر في السن شوية لو تعبيرات وشنا قوية جدا فده بيخلي تتكون تجعيد التعبير اللي هي في الفور هابز وخط التكشيرة ناس اللي هي 111 وبتكشها اه بالزبط كده فناس اللي بتعبر كتير عرضة أن هي يتكون عندها تجعيد أنا ما أقدرش أقول لهم أتعبروش بس البوتوكس من الحاجات اللي بتهدي تعبيرات وشك شوية يعني برضو عشان ناس اللي بتيجي تقول لي لأ أنا خايف أحقن بوتوكس يبقى وشي ماسك فيس كده والناس يحسوا أن أنا عاملة حاجة وما بتحركش لأ البوتوكس بكميات معينة بالجرعات المزبوطة بيخليك تعبيرات وشك هادية جدا مش التعبيرات اللي تعملك التجعيد وفي نفس الوقت تخفي خالص ظهور التجعيد ده بالنسبة للتجعيد اللي هي وصلت لمرحلة غائرة شوية احنا قلنا قبل كده أنه التجعيد الفاين لينز لو بدأنا نلاحظها من الأول خالص البيلينج هيبقى حلوة قوي معها التأشير أو أن احنا نعمل جلسات الدرما بان بالبلازما دي الأماكن اللي بنستخدم نحقن فيها بطر بالزبط الحالة دي مش كبيرة هي في أوائل التلاتينات بس برضو تعبيرات وشها قوية شوية فعندنا خطوط الفورهاد وعندنا خط التكشيرة والخطوط اللي حولين العين زي ما انت شايفها هي لسه تقدر تعبر عن يعني تعمل كل الفيشل اكسبريشنزا زي ما هي عايزة بس بشكل أخف من كده فحتى هنلاقي أن هي دحكتها برضو لسه ناترل مش فيك نفس الحكاية برضو التجعيد هنا أقوى شوية لأن هي استنت كتير على ما عملت البوتوكس والنتيجة دي هي جات لي بعد أسبوع بالزبط بالنتيجة دي أن الفورهاد بقت تموس خالص والتجعيد اختفت تماما وهي تقدر دلوقتي تتعبر بوشها عادي جدا بس من غير تجعيد امتى بتستعملي الفيلر في علاج التجعيد وهل فعلا في تطور برضو حصل في موضوع الفيلر طبعا الفيلر زي ما قلتلك كده لو إحنا عندنا لمرحلة الفاين رينكلز أو التجعيد التعبيرية اللي هي بتظهر مع تعبيرات الوجه بتبدأ بقى تعبير أو تجعيد زهرة حتى لو معبرتش بوشي يعني تجعيد غائرة جدا عميكة جدا ناس اتأخرت في النهاية تحقين البوتوكس ساعتها بضطر أن أنا أحقن الفيلر أو يعني ساعات مثلا بحس أن المية و 11 هنا بقى الخط بقى آسم تحسي أن هنا كده في خط كده أو بالزبط خلاص بقت بيرمننت يعني سواء عبرتي كشرتي ما كشرتيش خلاص التعبير بقى موجود وغائر لجوه في المكان ده إحنا بنملاه فيلر الفيلر كمان من الحاجات الحلوة ممكن تعملي فيلر وبوتوكس بنفس الوقت؟ طبعا طبعا لو الحالة محتاجة يعني الفيلر برضو عشان الناس تبقى فهمة هو مادة ملئة أنا لو عندي مثلا الناس بتخسر وزن كتير وشها بيقع بحتاج أن أنا أعوض الوزن اللي هي فقضيته والشكل ده طبعا بأننا نحق نفيلر فالفيلر برضو في الحاجات دي بيبقى ممتاز جدا منستخدم اللي اتنين يعني آه ممكن طبعا احنا عروح لفاصل صغير ما تروحوش في حد لسا مكملين قبل الفاصل كنا بنتكلم على التجاعد الموضوع اللي حسأل فيه دكتور جاكلين دلوقتي هو موضوع مهم جدا كلنا بنهتم به هو التراهل التراهل بيبتدي من أول ما يعني من أول حتة بيحصل لنا فيها التراهل اللي هي جفون العين لحتة الرقبة لحتة التراهل جوه الجسم عايزين نشوف مع دكتور جاكلين ايه هي الأجهزة اللي موجودة في عيادات نبض اللي عليها عروض زي ما انتوا عارفين النمر بتاعت الكول سنتر موجودة تقدروا تتصلوا وتحجزوا وتشوفوا العروض على كل الأجهزة في عيادات نبض التراهل طبعا بيجيلك أكيد بيشنس كتير عندهم مشكلة في موضوع التراهل سواء من أول الجفون لحتة كل مناطق الجسم كل الجسم مظبوط الناس اللي بتخس وزن كتير قوي في فترة قصيرة بتتراهل برضو فيه فئة عمرية طبعا مش هنقدر ننكر إن احنا كل ما بنكبر كل ما الإلاستيسيتي ومرونة جسمنا بتقل كل ما الكولوجين اللي في جسمنا بيتكسر فده كلها عوامل بتخلينا يعني حتى لما يقولولك الـ يعني بس كده لا هو برضو في عوامل هو طبعا ننبرو إحنا نقدر نفضل صغيرين مهما كبرنا يعني الشباب من جوة وبرضو نقدر نحافظ على شكلنا إن احنا نفضل صغيرين لو بدأنا نعالج الحاجات اللي بتخلينا نبان كبار فسهل قوي إن احنا نوصل لشكل مثلا أصغر من سنينة بعشرين سنة لو حفزنا من الأول خالص مشكلة التراهل زي ما انت قلت كده لو بدأنا من فوق خالص مشكلة التراهل الجفون دي لا أنا بشوفها في فئات عمرية صغيرة لأنها في عامل وراسي منها أو إنه في تانية كده في الجلد الفولد اللي موجود هنا ده ده بيبقى موجود في سن من عشرين سنة وإحنا يعني بنشتغل حالات من عشرين سنة الفكرة فيها إيه؟ زمان إحنا كنا بنعمل جراحة على طول ما كانش فيه بدائل دلوقتي فيه جهاز أنا بعتبره طفرة طبعا هو بقاله فترة وإحنا شغالين بيه؟ جهاز البلازما جات جهاز البلازما جات من الحاجات اللي بتشد الجلد في المنطقة دي تماما ومن جلسة واحدة بيحتاج داون تايمين هي بس تفضل في البيت أو أثر شوية ده بديل عملية الجراحية لكل الناس بتخاف من الجراحة فده بديل لها بالزبط هو كأنك عملت العملية بالزبط بس من غير قوضة العمليات من غير التقدير ومن غير كمان الاسكار النتجة عن العملية الجراحية بس النتيجة بتبين بعد قدقية يعني أنا لما أستعمل الجهاز دا النتيجة بتبين وقتي ولا بعد مثلا يعني مرور وقت تبتدي بقى الحتة دي تتشار خالص تبقى مش موجودة هو وأنا شغالة عشان أبقى صريحة برضو وأنا شغالة أنا بشوف النتيجة قدامي أنا بشوف التغير اللي بيحصل في الجلد قدامي والسكين تايتنينج اللي بيحصل قدامي بس لأن الجهاز بيحتاج أنه برضو بيسيب نقط بني زي زي الفراكشن الليزر مثلا لأن الجهاز في الآخر هو جهاز ليزر بيحفز الكولوجين اللي موجود فمحتاجين بس خمس تيام القشرة دي على ما تأشر وتقع خالص ويرجع شكل الجفن طبيعي ساعتها بنقدر نشوف نتيجة الجهاز ده شكل الجهاز ده شكل الجهاز الجهاز صغير جدا زي ما أنت شايفة يعني يقدل ألم بالزبط فإن إحنا نستبدل الجراحة وقضة عمليات بجهاز صغير زي دا مش هياخد في السشن بتاعته أكتر من تلت ساعة 25 دقيقة هيبقى حلوة قوي أنت نتي ناس تعملتي لأن الجهاز دا برضو زي ما قلتلك هو بيحفز الكولوجين اللي موجود في جسمنا فالتجعيد اللي هي مش مش إكسبريشنز زي ما احنا شايفين كده دي تجعيد ثابتة ومش ليها علاقة بأن أنا بعبر بوشي في المنطقة دي خالص دي ثابتة سواء عبرت أو معبرتش فالجهاز دا لما بنستخدمه في المنطقة دي بيحفز الجلد اللي موجود في المنطقة دي إن هو يطلع الكولوجين يجدد لي الخلايا اللي موجودة في المكان فبيشيل التجعيد دي تماما يا يا أنا أنت عارفة المنطقة دي فعلا وبتدي سن كبير طبعا سن كبير فعلا السموكرز لاين يعني هي لها حل طبعا بالبوتوكس بس ساعات برضو بتبقى خلاص بيرمننت ومش مع الحركة اللي هي اللي هي دي إن هي تظهر التجعيد اللي حوالين الفم بقى خلاص دا برضو بتستخدميه لل جيت بلازمة تحفى في الحالات دي فعلا لأن الحالة دي مش بينفع معها بوتوكس لأنها مش إكسبريشنز مش حق نعضلة معينة ففعلا السموكرز لاين مع الجيت بلازمة بتختفي تماما أوكي طب ولو لازلنا بقى اللي بقيت التراهل اللي في الجسم تراهل الخدود بقى الناس اللي خست كتير والخد بدأ يقع والجولاين بدأ يقع اللي عمل طفرة فعلا بقى الهايفو جهاز الهايفو الحالات اللي أنا بشتغل بها بجد عايز أقولك هم بيشوفوا النتيجة طبعا هم أيمين بس فعلا بتحس إن هي صغرة وهي قعدة خمس سنين على الآن على عموم بوسي أنا شخصيا جربت جهاز الهايفو دا وعملت هنا على الهوى معاكو يعني ساشن فعلا بيفرق وكل ما بيقعد فعلا بيدي نتيجة أحسن بالزبط هو الجميل في كده إن هو الإفاكت بتاعه بيفضل معاك من أربع لست شهور مش مش وقت الساشن خلاص الإفاكت بتاعه راح وبعد كده بتستاني أربع شهور على ما وشك يقع بالعكس أنت بعد أربع شهور من الجلسة وشك أحسن من ما عملنا الجلسة يعني أنا بيجيلي ناس دلوقتي بعد سنة من لما عملنا الجلسة وشها أحسن بكتير من السنة اللي فاتت لأنه شغال تحفيز الكولج الموجود في جسمنا وإن هو يعمل سكين تايتنينج للأنسجة اللي موجودة ويشد الجلد اللي موجود شغال معاكو من أربع لست شهور الإفاكت بتاعه مستمر طب إحنا تكلمنا من أول حلقة على البوتوكس والتأشير والفيلر والجاك بلازما والهايفو الأجهزة دي كلها والتكنيكس دي دي بتساهم برضو في علاج النضارة بتاعت البشرة؟ طبعاً زي ما قلت لك كده الجاك بلازما الفاين رينكز السابتة اللي احنا مش قادمين نتخلص منها بالبوتوكس هو بيحفز أنه الجلد يعالجها تماماً ويكون جلد جديد سليم فكرة الهايفو برضو أنه هو بيشتغل على طالة طبقات من الجلد احنا مش بس بنستهدف الطبقة السطحية من الجلد اللي كنا بنستهدفها بالبيلنج مثلاً التأشير لا احنا بنستهدف كمان الطبقات الداخلية اللي هي موجود فيها الكولوجين بتاعنا اللي بيتكسر مع الوقت احنا بقى بنستهدفها أن يطلع كولوجين جديد وأن الطبقات دي ترجع تستعيد المرونة بتاعتها تاني فهتحسي أنه فيه تايتنينج الجلد بيرفع وكمان هتحسي بنظارة لأنه بينشط الدورة الدموية اللي موجودة في الوش كمان انتي هارفة النظارة دي حتى بس مجرد أنك انتي تسحي الصبح تخسلي وشك وتحسي أن انتي عندك نظارة بتديكي يعني اشراقها يعني بس تنزلي تعملي أي حاجة وانتي حاسة أني مش بحتاجة تحطي كمية الميكوب أنا بيجي لي بنات كتير وانا عايزة أستغنى عن الميكوب وفعلا إحنا لما بنعمل بس يعني حسب طبعا الحالة حسب اي المشكلة اللي عندها لو المشكلة مشكلة تجايد زي ما قلنا لها كذا علاج البوتوفس والبلازما جات لو المشكلة مشكلة بهتين أن هي والشاه مش مورد بس يعني حاسة أن هي طول وقت عيانة أو كده يبقى البلازما مع الدرما بين في الحالات دي بتبقى حلوة جدا طيب أنا حسألك على سؤال بقى طبعا كل أنا شخصيا بخاف منه وكتير قوي من صحابي حتى اللي بيتفرجوا على البرنامج ده بيقولوا لي يا رانيو إحنا بنخاف جدا موضوع الخيوط أكيد الخيوط حصل فيها طفرة وأكيد الخيوط اتطورت وأكيد بقى فيه تكنيك أن أنا بحط الخيط في أماكن بقت مش زي زمان احكي لنا إيه الجديد في عالم الخيوط هو بصراحة الخيوط أول لما نزلت خالص والكلام ده من كذا سنة يعني من حوالي عشر سنين كانت لسه الناس ما عندهاش دراية باستخدام الخيوط ونستخدمها إزاي فممكن يكون حصل منها مشاكل أو ما استخدمتش بالطريقة السليمة لكن دلوقتي فيه أكادميز مخصوصة للخيوط نوع نوعية الخيوط اللي احنا بنستخدمها تكنيكس جديدة بتخلينا نستخدم الخيوط بالشكل الصح يعني الشكل ده ما كانش موجود من عشر سنين ايه شكل ده؟ الفكرة الخيوط الصغيرة دي الخيوط فعلا نانو دي نانو هي دي؟ ايوه دي خيوط صغيرة جدا غير الناس متخيلة شكل الخيط دايما لازم يكون طويل وعشر سنتي وعشرين سنتي لا الخيط ده صغير جدا حوالي خمسة سنتي زي ما قلتلك برضو شايفة لو رحزت احنا حطينه في الأماكن اللي بتظهر عندها الفود أو التانية من الجلد اللي هي نتجة عن ترهل وممكن يتحلب الخيوط من غير ما نحتاج ان احنا نعمل هايفو او ان احنا نحط خط كتير زي النيزوليبيا الفولد الخط المرينات اللي موجود حوالينا الفم كل الأماكن دي لما بنحط فيها الخيوط بتتشد تماما حتى بعد ما الخيط بيتشال وحتى بعد ما الخيط بيدوب جوه الجسم بيفضل الإفاكت بتاعه موجود يعني انا طبعا يعني احنا صورنا في عيدات نبض ووريناكو التكنيك قبل كده يعني هو مش بيوجع بس هو فعلا بيفضل اتلوقن اتلوقن انتي ما بتبقيش حسب اي حاجة جوه الجلسة انا خايفة الوقت يسرقني وعايزة يعني اسألك على سؤال بتاع هيشان وتساقط الشعر الناس كتير قوي بتغير الشامبو بتغير بتاخد فيتامينز وبتحاول انها تعالج المشكلة بس ما بيبقاش يعني حلول طبية جزرية ايه الموجود جديد في عيدات نبض اللي بيساعد على حل هذه المشكلة تماما هو احنا مبدئيا كده لازم مشخص هل المشكلة دي لان احنا عندنا حالات كتير ودرجات كتير من التساقط الشعر هل هو صلع وراسي ولا هو نتيجة ان هي مرض بظروف معينة زي الاسترس مثلا فبيوقع شعرها او في ناس برضو بتعاني من التركشن ان هو الناس اللي بتشد شعرها وبتصرحوا بطريقة غلط فبيوقع في الآخر فاحنا لازم نبقى عارفين برضو المشكلة ايه عشان نعالج المشكلة لو المشكلة صلع وراسي احنا عارفين الحاجات الوراسية ما فيهاش علاج جزري بس احنا ممكن نحافظ على الشعر الموجود ان هو ما يقعش زي الحالة دي بالزبط شكل صلع وراسي بيبقى باين ان هو بيبقى فيه السحبة اللي من قدام الهير لاين من قدام بيبقى مش مزبوط على الجنبين بيبدأ يفضل من الجنبين ده شكل الصلع الوراسي ساعتها احنا بنعمل ايه احنا بنحقن الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية دي من الحاجات اللي بتحفز ان التساقط يتوقف تماما وكمان بتكون بصيلات جديدة زي ما احنا شايفين في السورة دي انه بدأ يتكون شعر جديد ويتلع شعر جديد اللي هي الستام سال ثرابي ايوه مصبوط الستام سال مع كمان البلازما لان احنا قلنا ان البلازما دي فيها جروس فاكتورز او عوامل النمو وفيها كمان استام سالز بس استام سالز الخارجية اللي احنا بنحقنها في عادات نبضة بتبقى مركزة اكتر بعدد خلايا اكتر لكن برضو البلازما بتبقى مفيدة جدا في الحالات دي ان هي تحفز لي تكوين بصيلات جديدة والنتيجة بتبين بعد قد ايه حسب طبعا درجة التساقط وهي جاية لي امتى كل ما بدأنا العلاج بدري كل ما كانت النتيجة احسن لكن احنا بنحتاج اربع جلسات عشان التساقط يتوقف تماما وست جلسات عشان يبدأ يطلع شعر جديد بوسي بقى الوقت خلص معاكي ولسه عندي عايزة اسألك على زراعة الشعر وعايزة اسألك على حاجات كتيرة جدا لكن قوليلي بسرعة جدا لو في عروض موجودة في عيادات نبض تحبي تقول لنا عليها قبل ما نختم هي المفاجأة بقى اللي انا كنت مسكنية اقول هالك انت بالزيت عشان انت حبيبتنا طبعا ان احنا عاملين سكين وهير داي يوم 10 فبراير ان شاء الله اللي جاي ده سكين وهير داي يعني يوم لأي مشاكل علاج الشعر وكمان الحاجات الجلد مظبوط اليوم ده هيبقى حافل عندنا عروض كتيرة قوي ده فين في الشيخ زايد في فرع الشيخ زايد بس؟ يعني انا عارفة ان احنا لما بنعمله الناس بتطلب ان احنا نكرره في كل الفرع فان شاء الله يتكرر في كل الفرع دكتورة جاكلين سبحي بشكرك جدا على وجودك معايا بشكركم بكرة الاعادة 12 ونص دهر وبكرة حلقة جديدة من جمالك الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة